بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة تكاملات المقادير من الدرجة الثانية للدوال الكسرية وذلك فيما إذا كان المقام هو عبارة عن كسير حدود من الدرجة الثانية غير قابل للتحليل إلى جداء أقواص من الدرجة الأولى في مثل هذه الحالة إحدى الطرق المقترحة لحل التمارين هو عبارة عن الإتمام إلى مربع كامل لو راجعنا قليلاً الإتمام إلى مربع كامل فإذا عندي كسير حدود من الدرجة الثانية من الشكل X تربيع زائد BX زائد C هذا وحبيت أكتمم إلى مربع كامل فأجر عملية بالشكل التالي أخذ أمثال X وأقسمها على 2 إذن نأخذ أمثال X أمثال X يابين نقسمها على 2 الآن العدد الناتج من ربعه ونضيف ونطرح هذا المقدار فنحصل على X تربيع زائد BX زائد B على 2 هي أضفنا المقدار وطرحنا كأن ما سونا شيء زائد C الآن الأعداد الثلاثة الأولى هم متطابقة شهيرة نأخذ جزر أول حد وجزر ثالث حد وإشارة الحد الوسط وإشارة الحد الأوسط الإشارة هنا موجبة ونضعها للتربيع زائد هذا عدد زائد عدد هو عبارة عن إذن هذه هي الإتمام إلى مربع كامل لو جينا إلى هذا المثال أن المقام في الدال المستكمله هو كسير حدود من الدرجة الثانية لو طلعنا في المميز نرى أن المميز سالب أي لا يمكن تحليل هذا المقدار ولذلك نأخذ المقام ونحاول أن نتمم إلى مربع كامل المقام هو X تربيع نائز 6X زائد 13 نأخذ الستة من قسمة على 2 هي عبارة عن 3 الآن مربع لثلاثة منضيفة ومنطرحة فنحصل على X تربيع نائز 6X زائد مربع لثلاثة 9 نائز مربع لثلاثة زائد 13 إذن الحدود الثلاثة الأولى نأخذ أول حد جزر X تربيع هو X وثالث حد جزر التسعة هي ثلاثة وإشارة الأوسط هي سالب هذه المتطابقة إذن أول ثلاثة حدود هنا عبارة عن X نائز 3 للتربيع الآن سالب 9 موجب 13 هي عبارة عن زائد 4 إذن فهذا المقام ممكن أشيله وأستبدله بX نائز 3 للتربيع زائد 4 اللي هو هذه العلاقة الآن للسهولة إذا فرضت أن U هي عبارة عن X نائز 3 هذا يؤدي إلى أن DU يساوي إلى DX والX هي عبارة عن U زائد 3 وعوضت هنا فماذا أحصل؟ أحصل على أن التكامل لأمامي هذا يساوي إلى 2 بدل X نطع U زائد 3 نائز 1 على U تربيع زائد 4 وبدأ U وهذا إيش يساوي؟ يساوي إلى تكامل طبعا لو فكنا الأقواص 2U زائد 2 في U 2 U 2 2 في 3 6 6 راح 1 زائد 5 هات البسط بDU على U تربيع زائد 4 الآن هات فيني أوزع المقام للأول وأوزعه للتاني وأستخدم قواص التكامل إذن هذا يكتب على الشكل التالي تكامل 2U على U تربيع زائد 4 زائد بDU زائد تكامل 5 بDU على U تربيع زائد 4 لكن التكامل الأول واضح أنه البسط هو مشتق المقام فإن الجواب هو لغارتم U تربيع زائد 4 لغارتم المقام زائد 5 يمكن إخراجه خارج جمس التكامل هذا DU على U تربيع زائد 4 هذا شهير هو U تربيع زائد A تربيع إذن هو 1 على A تنجنت نائس 1 لا U على A زائد ثابت التكامل الآن من هي U؟ U هي X نائس 3 وبالتالي لو عوضنا لحصلنا على X نائس 3 للتربيع زائد 4 نائس 5 على 2 تنجنت نائس 1 لX نائس 3 على 2 زائد ثابت التكامل وهذا اللي حصلنا عليه هنا إذن بهذا الشكل نحل مثل هذه المقادير التي تحوي على مقام الدرجة الثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته